موسيقى المشاكل المتعلقة بالتغذية المجتوع بتاعنا أولاً الأنميا بين السيدات الحوامل الأنميا بين أطفال المدارس الأنميا سببها في البلد سوق التغذية عدم اهتمام الأم أو الأطفال بأكل حديد محمد الفوليك داخل الأغذية الممكن تعمل وتضبط الأنميا أو تدي واجب غزائية متكملة إن أنا دعمي نعيش بالفوليك أسد موسيقى الأوضة دي بيتم فيها إضافة خليط حمد الفوليك وكابريتات الحديدوز موسيقى يتم في الغرفة دي يومين اختبار عنصر الحديد في الدقيق المدعم في حالة ظهور اللون الأحمر دليل على وجود الحديد في الدقيق المدعم هوة دي دواب يستخدم في صناعة الخبز البلدي وده أعتبر الغذاء الأساسي لعلى الأقل 90% من السكان في المنطقة العيش في البلدي أعتقد ده أحسن وسيلة للقضاء على أي مشاكل في التغذية لأن في مصر العدد بتاعت المصريين رغيف العيش ده على الفطار وعلى الغدى وعلى العشاء فإنت أول ما بتدعم رغيف العيش في مصر بأي مكونات أو إضافات أخرى في التغذية فإنك أنت بتدعم ثلاث وجبات الفطار والغدى والعشاء يعني الناس الغلابة اللي هي مثلا بتاخد بالجنيه عيش ده عشرين رغيب بالجنيه في كف أسرة في إمكانيات الفكومة حطاها عشان أن يتمنع الأنيميا وتزود الحديد في جسم البناء يعني حاجات كويسة خاصة حطينها لفكومة في العشاء المصري العيش في بلدي تمام قويسة عن الجسم بالنسبة ما بتحملش عن الحقات الصغيرة بس العيش بيحملوا عليه كتير أسرتي أنا وجوزي معي ثلاث بناك هو إحنا يعني بالنسبة هنا الوجب الأساسي بتاعتنا اللي هي الفول يعني عادة يوميا بيكون فول أنا كنت أصلا في مدرسة بس إحنا المدرسة بس ما بتعلمش إنك الوجبات فيها إي وإي وإي بس في الوحدة يعني بيعلمونا لما يكون حامل بروح الوحدة بيقولي الممرضات والتكتورة بيقولي على الوجبات الأساسية يعني المفروض أقولها أنا المشكلة كلها أنا بعتبر أن يبتكمل في التسكيف الصحي الناس ما عندهاش معلومة صح بموضوع التغذية السليمة يعني أصلا بعتبر أن التغذية السليمة ما هيش إمكانيات عالية وأنا فلوس كتيرة هي كلها وعي صحي للناس تاكل إيه وتاكلش إيه أو إزاي تعمل وجبة غذائية متوازنة بإمكانيات على قد الأسرة المصرية بيجيس وزن الطفل عشان نشوف منحانة نمو بتاع الطفل كويس ولا ينزل ولا كويس المستوى بتاعه والرضاعة بتاع الطفل لبن الأم كويس مع الطفل ولا عايز مكملات من برة هو العيش يعني بيكون وجبة أساسية وبيكون فيه فيه الحديد فيه حمض الفليك أثناء معني لازم العيش ده أساسي في البيت لورا رز ولا ما هو ليش الأساسي شافتنا هبق بز بعياني وبخبص برد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة